ده جيد في الشروط الأول ولكن الشروط الثاني مختلف تباما عن الشروط الأول ومسندة جماهيرية أكتر من رائعة أضعنا فرصة أو فرصتين في الشروط الأول ولكن مسندة الجمهور الحقيقة من الديئة الأولى للديئة التسعين أعتقد كان لها دور كبير جدا لنهار الحمد لله فوز عظيم أول جمهير النادي الآلي والنادي الآلي عودة الصقة على هذا الفريق المحترم الفوز عليه التعرف على هوية هذا الفريق كمان وهو في هذه المباراة الكبيرة اللي احنا لابناها أداءا ونتيجة وكل شيء احنا كنا محتاجين الشكل ده في هذا الوقت وفي هذه المباراة بالذات اللي احنا زي ما قلنا فيه تسعين ديئة تانية بقى عندنا معلومات كافية جدا عن هذا الفريق ازاي هنتعامل معاه ازاي هنقابل التسعين ديئة الجاية تقع في مصلحتنا برضو تبقى في الضغط عليهم برضو هدي شفناهم احنا المضغطنا عليهم النهاردة فقدوا نص لعبوهم ما كانوش كل اللي يقدروا يعملوه انهم يلعبوا كرة طويلة اه كور مشتركة يطفشوا يعني حسوا بكوة وهدوء لعيب النهاردة النهاردة اثبت انه مش بيعتباطا الفترة الفاتة دي كلها لما بيلعب على الاطراف وكرة في نص الملعب بيبقى زي ما احنا قلنا لو حصل حالة امتياز وحالة تقارب من الخطوط والاستلام والهدوء في الاعصاب ما فيش ميز بس كتير بيديك افضلية في الملعب كله خاصة لما يكون عندك لعيب زي علي معلول وجونير اجيه وايلي جينج دول تلاتة من بقية التمانية الهيلين الممتازين اللي بيفكروا دايما يكسبوا النادي الاهل زي اداءا وشكلا وموضوعا فمن غير ما يعني اقدر اتكلم عن المباراة دي الحقيقة نفسيا انا هنا يعب اتفرج حاسس ان الاهل يقدر يجيب التالت ويقدر يجيب الرابع وفي كل هجبة مرشح ان هو يقدر يفوز اكتر من خمس اهداف كان في المباراة دي